بيبدأ المسلسل في المستقبل سنة 2040 مع بداية عهد جديد للبشرية وبيكون العالم وقتها اتأسم لجزئين الجزء الأول بيكون للأغنية والطبقة العليا ودول بقى عايشين حياة مرفهة وكانهم في الجنة بالزبط وعندهم كل مطع الحياة اللي هم بيتمنوها ومقرهم الرئيسي بيكون في بلد كبيرة اسمها الساحل أما الجزء الثاني بقى فللفقر ومشاردين ودول عايشين حياة صعبة جدا وبيموتوا كل يوم بسبب الفقر والمرض وكلهم يجمعين في بلد كبيرة اسمها ايرلند وكل سنة بيتعمل اختبار من المجلس الأعلى للساحل اسم اختبار العملية واللي بيكون عبارة عن ان في ناس بتتطوع من بلد الفقر عشان يعضوا الاختبارات معينة وبيتم نجاح 3% بس من المتسابقين ودول بقى اللي بيتنقلوا لمدينة الساحل وبيعيشوا مع الناس الأغنية أما البقيين فبيرجعوا يعيشوا في ايرلند للأبد لأن مسموح ليهم يشتركوا في الاختبارات دي لمرة واحدة بس في حياتهم بنروح بعدها بقى لبنت الفقيرة اسمها مشيل وهي بتجهز عشان هتروح تتطوع الاختبارات العملية وبتجيلها جريتها برونا تحت البيت لأنهم هيروحوا للاختبار سوا المهم بعد شوية بتتحرك مشيل هي وبرونا وفي طريقهم المبنى اللي هيتعامل فيه الاختبارات بيكون فيه ألاف الناس الفقيرة اللي داخلها نفس المبنى وبيكونوا كلهم على أمل انهم يفوزوا في اختبار العملية ويروحوا يعيشوا في الساحل وما بيوصل المتسابقين بياخدوا دون جديدة عشان يحضروا بيها المقابلة وده عشان ما يقزوش صحاب المبنى بسبب لبسهم الفقير وشكلهم المتبادل وبيزعر وقتها الشخص اسمه إزكل وده اللي بيكون مسؤول عن إدارة اختبارات العملية وكل الموظفين المبنى بيترعبوا منه جدا لأنه اللي بيتحكم تقريبا في كل حاجة زي مثلا مين يفضل ومين يمشي فبيخرج إزكل وبيقول خطاب قدام كل المتسابقين وبيتكلم معهم بعنصرية عشان يعضح لهم فرق الطبقات اللي ما بينهم وبيعرفهم إنه قدامهم فرصة واحدة بس عشان يغيروا حياتهم للأحسن يا إما بقى هيعيشوا فقرة للأبد وده عن طريق إن كل شخص لازم يخرج الجانب الإبداعي لجواه وده عشان يبقى من ضمن الثلاثة في المية المحظوصين اللي هيفوزوا في اختبار العملية وبعدها بينهي إزكل الخطاب وبيتفاجئ وقتها إنه في مصدفة جديدة اسمها إيلين وده بتكون جاية مخصوص بأمر من المجلس الأعلى للساحل وده عشان ترايب تصرفات إزكل مع باقي المتسابقين وساعتها إزكل بيستغرب جداً وبيمثل كده إنه مرحب بوجودها وبعدها بيروح يتصل على نير وده بتكون واحدة من موظفين المجلس الأعلى للساحل وبيعرفها إنه متضايق جداً من تصرفهم معاه وإنهم شكين في إقدارته الاختبارات فبتقوله نير إن دي إجراءات مهمة جداً ولازم تتم خصوصاً بقى بعد الكارسة اللي حصلت السنة اللي فاتت والكارسة ديت إن فيه شخص من جماعة القضية قدر يفوز في الاختبارات وعمل أول جريمة اغتيال في الساحل وده اللي خلق كل السكان يخافوا جداً وما بقوش حاسين بالأمان من بعد اللي حصل وبنعرف إن جماعة القضية دول هم في الأصل جماعة من الطبقة الفقيرة وبيكون هدفهم هو تدمير الساحل باللي فيه وده عشان يعملهم سواب بين الطبقتين وما يبقاش فيه فرق بين الغاني والفقير ومن وقتها إزيكل هيفضل محطوط تحت المراقبة لأن فيه واحد من اللي فاز السنة اللي فاتت من جماعة القضية قدر إنه يعدي من تحت إزيكل من غير ما يحس بيه وده السبب كافي يخلهم يبعثوا إيلن عشان ترقبه ودي مجرد إجراءات أمنية مش أكتر فبيبدأ إزيكل يتفاهم الموقف وبيوعدها إنه هيعمل كل الإجراءات اللازمة عشان ده ما يكررش تاني وبعد شوية بيروح إزيكل لحض مليان مية وبيغطس راسه جوال مدة دقائق وده عشان يحس إن الموت قريب منه وإنه لازم يتمسك بنعمة وجوده في مكان زي دول لأن العيشة في الساحل بتخلي الإنسان عنده اكتئاب شديد نتيجة أنه متوفر له كل حاجة عايزها في الحياة وده من غير ما يعمل أي مجهود بنروح بعدها بقى لمتسابقين في اختبارهم الأول واللي بيكون عبارة عن أسئلة بتختبر قدراتهم العقلية وبتكون الأسئلة محرية جدا وفيها استفزاز عاطفي وزه اللي بيوضح إن الناس اللي عايشين في الطبقة الغنية بيتعاملوا باستحكار كبير قوي مع الناس الأقل منهم ورغم كل ده المتطوعين بيحكوا عن أحلامهم وإيه هيحصل لو فازوا زي مثلا إن فيه شخص مشلول اسمه فرناندو نفسه يفوز جدا عشان والده يبقى فخور به أما جوانا فبتقول إنها عايزة تفوز لإنها عايزة تعيش في أمان بعيد عن عصابة إيرلند وفي الوقت ده بيسأل واحد من موظفين ميشيل عن سبب تطوعها لاختبارات العملية فبتعرفوا إن حبيبها لويس فاز السنة اللي فاتت في الاختبارات وهي نفسها تروح له عشان عايزة تهيش معاها فبيعرفها الموظف إن ما فيش حد بالاسم دوت فاز في السنة اللي فاتت واحتمال يكون حبيبها مات وقت اختبارات العملية فبتتصد بميشيل وبتستنتج إن الموظفين المبنى ناس ما عندهمش مشاعر خصوصا لما بتسمع باقي زميلها بيتكلم بعاطفة وبيتم برضو استبعادهم فبتخلع ميشيل سلسلة حبيبها وبترميها على المكتب وساعتها الموظف بينبهر جدا بردت فعلها وبيوافع إنها تنتقل للمرحلة التانية بنروح بقى بعدها لإزكل وفي غرفة المرأبة وبيقابل كاسيا المساعدة بتاعته وبتعرفوا إنهم قبضوا على واحد اسمه جورجي من جماعة القضية وبعد التعذيب قدر يعترف إن فيه جاسوس من الجماعة دخل لاختبارات العملية لكنه لحد دلوقتي رفض يقول على اسم الجاسوس دو فبيتوتر إزكل جدا وبيطلب منها يتعذب المتهم لحد ما يعترف بنروح بعدها بقى الجماعة القضية وما قاعدين في مقرهم السري مع الزعيم بتاعه وساعتها بنشوف واحدة منه ملسمة وبتكون خايفة جدا لإن جورجي تقابض عليه من شرطة العملية خصوصا بقى إنه أكيد هيتعرف على اسم الجاسوس اللي دخل لاختبارات فبيقول لها الزعيم هو هتقلقي خالص لإن جورجي أصلا ما يعرفش اسم الجاسوس ومهما حاولوا يستجوبوه فهم أصلا مش هيقدر يوصلوا لحاجة وبنعرف ساعتها إن الجاسوس دوت شخص زكي جدا عشان كده الزعيم محافظ على إخفاء هويته بنرجع بقى من تاني لمبنى العملية وبيكون فيه ناس كتير جدا تام رفضها في الاختبار الأول وبيباني إن الناس رفضة تخسر لإنه ما يعيشه فقرة للأبد لدرجة إن فيه واحد بيطلع على قمة مبنى وبيرمي نفسه من فوق من بعد اخسرته وزاعتها أمن المبنى بيرميه وبرى المكان من غير حتى ما يفكروا يدفنوه فبتشوف مش هيلي اللي بيحصل وبتبدأ تحس بالرعب من المكان وبعد شوية بيجي معاد كشف بطاقة هوية المتسابقين وده عن طريق جهاز متطور بيكشف عن طريق المسح الضوئي وده عشان يتم نقلهم للمرحلة التانية وبنعرف وقتها إن بطاقة تعريف الهوية هي عبارة عن شريحة بيتم زرعها في الدماغ وتحديداً وراء الودن والكشف ده بيقدر يحدد هل المتسابق ليه أي سواب إجرامية أو حتى اشترك في الاختبارات قبل كده وطم رفضه وفي الطابور بتلاحظ جوانا إن فيه متسابق اسمه رفاهيل مغير شريحة الهوية الأصلية بتاعته فبتعرفه إن الجهاز هيكشف الموضوع وبكده الأمن هيخلصوا عليه لأنهم هيفتكروه جسوس بس رفاهيل بيتجهلها وبيعد من اختبار الجهاز وبكل سهول فبتتصدم جوانا وبتكرر ترقبه وبيتنقل بعدها متسابقين للمرحلة التانية واللي بتكون عبارة عن تربيزة كبيرة عليها مجموعة من اللعيبة ومنهم جوانا ورفاهيل وفرناندو وميشيل المعامل الاختبار دوت بيبقى عبارة عن مكعبات كتيرة محطوطة بشكل عشوائي والمطلوب منهم إنهم يصنعوا شكل هندسي مكون من 9 مكعبات ومدة الاختبار بتكون 3 دقايق بالزبط فبيبدأ العادة تنازولي وساعتها الكل بيكون متوتر معاته فرناندو اللي بيكون مش قادر يطول المكعبات لإنه أصلا مشلول فبتساعده ميشيل وبتناوله مكعبات لغاية عنده وللأسف بينتهي الوقت وبيكون ميشيل ما قدرتش تكمل الشكل الهندسي فبيديع فرناندو مجسم عمله بنفسه عشان تفوس في اللعبة ووقتها كمان رفاييل بيفشل في جمع المكعبات فبيسرق مكعب واحد من زميله وبتقوم ما بينهم خناء كبيرة قوي فبييجي الأمن وبيحسب إن الفوز هيكل رفاييل وبيطرد المتسابق التاني على رغم من منافسة ما بينهم ما كانتش شريفة وفي وسط كل ده بتقدر جوانا تجمع شكل عنده مكون من 11 مكعب وده اللي بيخلي إيزاكل مبهور بيها جدا وفي الوقت ده بتقوله آلن إنه لازم ياخد موقف من اللي عمله متسابق الغشاش في المباراة لكنه بيقول لها إن اللعبة دي لعبة زكاء ومش مجرد اختباره خلاص وبيعرفه إن رفاييل أخد فرصته في الفوز حتى لو كان بالغش المعام بعد شوية بيخرج اللعيبة لاستراحة الغداء وبيتقدم لهم أكل غالي جدا وبكميات كبيرة وده بيخليهم يأكلوا بشراها حتى لو هم مش جعنين وفي الوقت ده بيكون كل رفض يتعامل مع رفاييل لأنه شخص خين وغشاش لدرجة إنه بيتعرض للضرب بسبب اللي عملوا في المتسابق الثاني وساعتها بتجيله جوانا وبتطلب منه يبقوا صحاب ويساعدوا بعضهم فبيسألها إيش ما أنا اخترتين أنا على الرغم من اللي أنا عملته فبتقوله لأنها عارفة سر البطاقة المزورة اللي معاها وبالتالي لو فكر يأذيها فهتبلغ عليه على طول وبعد شوية بتوصل كاسيا لقاعة الغداء وبتاخد ميشيل وبرونا معاها وساعتها بتغمي أعين ميشيل وصحبتها وساعتها بتقولهم إنهم قبضوا على واحد من جماعة القضية واعترف إن الجاسوس اللي موجود معاهم ساكن في نفس البيت اللي هم ساكنين فيه وبالتالي فيه احتمال إن الجاسوس دوت يبقى حد منهم وبيكون قدامهم تلات دقايق بس عشان يعترفوا مين هي الجاسوس اللي فيهم وإلا بقى هتخلص عليهم هم الاتنين وبعدها بتسجمهم وبتمشي وساعتها ميشيل بتترعب جدا وما بتبقاش عارفة هي هتعمل ايه بالزبط فبتختارح على برونا إنهم يستنوا كاسيا لحد ما ترجع ويحجموا عليها هم الاتنين ويموتوها بالمسدس اللي في جيبها وبعدها يهربوا من غير ما حد يحس فبتوافق برونا على كلامها على الرغم إنها بتكون خايفة جدا فبتوصل كاسيا بعد ما بيكون الوقت خلاص خلص وساعتها بتشاور ميشيل لصحبتها عشان يبدأوا في الهجوم عليها والمفاجأة بقى إن ميشيل مش بتهجم وصحبتها بس هي اللي بتنفذ الخطة فبتضربها كاسيا بالمسدس وبتموتها لإنها بتتأكد إن هي الجسوسة فبيوصل إيزيكي الوقتها وبيسيطر على الوضع وبيطلب من ميشيل إنها ما تقولش الحد على اللي حصل وإلا بقى هي موتها يا كمان بنرجع بقى بالزمن اللي وراء قبل ما مشيل تنضمن العملية وبنشوفها يا قاعدة مع زعيم جماعة القضية وبتكون ميشيل هي الجسوسة وفي الحقيقة أصلا هي ملهاش حبيب دخل العملية ودي قصة اختراعتها مش أكتر عشان تلفت انتباههم ليها وكل الحكاية إن أخوها أندري مات على إيد إيزيكي وده لإن أخوها أندري كان جسوس من جماعة القضية ومن وقتها ومشيل بتخطط عشان تنطاقم لموت أخوها وكمان بتكون عاوزة تخلص على إيزيكي بنفسها بنرجع بقى للوقت الحاضر وبتكون ميشيل رجعت لقاعة الغداء وساعتها بيسألها فرناندو عن برونا لكنها مش بترد عليه وبعد شوية بيتم نقل المتسابقين للكشف الطبي وده عشان يعرفوا لو هم بيعانوا من أي مرض عندهم والكل بيعطل من الكشف مع ده فرناندو لأنه مشلول فبيتم نقله على عيادة وهناك الدكتورة بتحقنه بعلاق في النخاة الشوكي وده عشان تعالج الشلل اللي عنده والأول مرة فرناندو بيحس برجليه وساعتها بتقوله الدكتورة إنه لو قدر ينجح في الاختبارات هيقدر يمشي على رجليه من تاني وده لأن منطقة الساحل فيها تخضم علم كبير وبعد شوية بنروح لقالن وهي بتتكلم مع ماتيوس واللي بيكون واحد من المجلس الأعلى للساحل وبنعرف ساعتها إنها شغالة جسوسة للصالح ماتيوس وده عشان تمسك على إيزك الأي دليل يكون كفاية عشان يطرده من منصبه والسبب في كده إن في عداوة بينه وبين ماتيوس لأن إيزك الأخب مكانه في إقدارة اختبارات العملية المهم بعد شوية بيتنقل باقي اللعيبة للمرحلة التانية من الاختبارات وبدخلهم لغرفة فيها تماثيل ماركونة بشكل معين على طرابيزة أكل وبيكون في واحدة من التماثيل باين عليها كده النعب تحتضر ومطلوب منهم إنهم يعرفوا إيه سبب موتها ومدة اللعبة في الاختبار دوت بتكون نص ساعة وبيبدأ كل اللعيبة يفكروا في حل اللغز مع دجوانة اللي بتبص بص سريع للأوضة وبعدين بتوعب بعيد وفي جزء كبير من اللعيبة بيتم ترضهم لأنهم حلوا اللغز غلط فبيستنتك فرناندو إن الستة ديت ماتت مسمومة وده بسبب إن آخر حاجة عملتها إنها كانت بتاكل وده اللي بيفصر إن تمثال الستة التانية مش مدي أي ردة فعل على موتها وغالبا أصلا كده هي اللي حطت السم في أكلها بس ساعتها رفاييل بيقول إن الإجابة غلط لأن الناس اللي على الصفرة غالبا هم من أرض الساحل والمكان دوت فيه أمان عالي قوي والحقيقة بقى إن الستة اللي بتحتضر ديت عندها حساسية من الفضة وده بيفصر إن كل العصفرة لابسين اكسسوارات ملفضة معادة هي لابسة خاتم من إزاز وحتى معلقتها مصنوعة من الخشب والستة اللي مش مديها ردت فعل في الحقيقة هي أصلا كفيفة وده لأنهم لقوا في مكتبها كتب خاصة بالمكفوفين وبيروح رفاييل وبيقدم إجابته بموافقة الكل عليها والمفاجأ إن إجابته بيكون صحيحة وبيقدروا يعدوا من الاختبار وفي غرفة المرأبة بيكون إزكل فرحان جدا بزكاء المتطوعين وبعدها بيطلب من إيلن إنها تكون المشرفة على مرأبة الاختبار الجاي لأنه عاوز يرتاح شوية وما بيخرج إزكل من الأخضة بتمشي وراء إيلن وبتلاحظ أصلا إنه مرجعش على قطه وإنه في الحقيقة خرج من مبنى العملية فبتروح إيلن عشان ترأبه وبيعمل إيه بالزبط فبتشوفه لابس هدوم الفقرة ومداري ملامح وشه عشان محدش يعرفه وبتفضل إيلن تتابعه بالكاميرات لحد ما بيحس إزكل إن في حد بيرأبه فبيهرب بسرعة وبتقع منه شمطة مليانة أكل وبعدها بيختفي من قدامها وما بتقدرش تعرف فين مكانه وفي نفس الوقت بيكون باقي متسابقين دخلوا المرحلة الجديدة واللي بيكونوا سبع أفراد فبيلاقوا كيس على الأرض فيه ست عملات وبس والشروط اللعبة بتكون عبارة عن إن فيه ست لعيبة كل واحد منهم هياخد عملة واحدة أما السبع منهم فهيتطرد من اللعبة واللعبة ديت بتكون قيمة على الاختبار ومدتها 15 دقيقة بس فبيروح رفاييل وقتها عشان ياخد عملة لنفسه وده عشان يضمن الفوز وبيطلب من البقين إنه يختارهم من اللي هيمشي وسهيتها ماركو بيطلب منه يرجع العملة للكيس وده عشان تبقى فيما بينهم منافسة شريفة بس طبعا رفاييل مش بيوفي على كلامه فبيضربوا ماركو بلاكمة قوية في وشه وبياخد منه العملة بالعافية وسهيتها بيقول رفاييل إن الشخص اللي يستحق يمشي هو فرناندو وده لإنه قاعد على كورس متحرك وممكن يعطل فوزهم في باقي الألعاب فبيتكلم فرناندو بيقولهم إنه وقت الفحص الطبي الدكتورة ديته علاج خليته يحس برجليه وده رجع له الأمل من تاني بإنه ممكن في يوم الأيام يرجع يمشي على رجله وده طبعا مش هيحصل إلا لو فاز في كل الاختبارات وسهيتها كل اللعيبة بيقيدوا إن فرناندو يفضل موجود وده عشان يعالج رجلين مشلولة وبيتفقوا إنه ما يمشوا رفايل لأنه شخص خين ومتكبر بس رفايل بيعرفهم إنه للاقي أصلا ما كانوش موجودين في الرحلة دية وبالتالي وجوده شخص مهم جدا لأنه زاكي وساعاتها بيوصل الفريق لحل نهائي وهو إنه ما يعمله قرعة بمين يفضل ومين اللي يمشي وده عن طريق إنه أي شخص معاه عملة هيرجع على الكيس لحد ما تخلص القرعة وبعد دقايق بتظهر نتيجة التصويت وبتنتهي بخسارة جوانا فبينتهي وقت اللعبة وبيجي واحد من المسؤولين وبيخرجهم من القوضة وساعتها الكل بيخرج معادة جوانا ولوكاس بس المفاجأة إن جوانا بيكون لسه معها العملة وما حطتهاش أصلا في الكيس وبتطلع عشان تسلمها لمسؤولين اللعبة وبتمشي فبيتحصى بلوكاس وقتها وبيزهق لأنه خسر بالغش والهكم محدش بيساعده وبيتم إقصاءه من اللعبة وساعتها بيستغرب إذكر جدا من اللي بيحصل فبيعيد مشهد القرعة على الشاشة وبيلاحظ إن جوانا مثلت إنها حطت العملة في الكيس عشان تضمن فوزها بنرجع بقى مرة تانية للعيبة اللي فازوا وهم في استراحة الغداء وقتها بيبان إن فرناندو معجب بمشيل لأنها ساعدته على عكس باقي اللعيبة وبتكون مشيل كمان معجبة بيه جدا وفي نفس الوقت بتروح إيلن تبلغ ماتيوس بإن إذكر بيخرج في السير بور المدنى وبيروح لمدينة إيرلند فبيفرح ماتيوس جدا بالخبر اللي سمعه وبيطلب منها التسجيلات كاميرات المرأبة اللي هي قدرت تصورها وفي نفس اللحظة بيكون إذك الموجود في غرفة الكاميرات وبيمسح كل التسجيلات بتاعته عشان إيلن ما تقدرش تمسك عليه أي دليل بنرجع من تاني لقاعة وبنشوف المتسابقين وما مستنيين معادل الأكل بس المفاجأة إنهم لازم يشتروا أكل بالعملات اللي كسبوها وده عشان يعلموهم يعتمدوا على نفسهم وساعتها الكل بيشتري الأكل لنفسه معادة جوانا اللي بتحتفظ بالعملة بتاعتها وده بيرجع أصلا إنها شخصية حريصة وبتحب تجمع الفلوس وده متعودة عليه من زمان من وقت ما كانت عايش حياة فقيرة في مدينة إيرلند وقتها بقى جوانا كانت بتمنع نفسها من الأكل عشان تقدر تجمع فلوس وبعد ما تجمع الفلوس تشتري بيت خاص بيها ولكن في يوم بتجيل عصابة جيرسون وبتاخد كل الفلوس اللي معاها وعرفوه أن لو حاولت ترجع الفلوس هيخلص عليها بينيرجع بقى للوقع من تاني مع إزكل وهو بيتكلم مع نير وساعتها نير بيبلغه إن المجلس الأعلى للساحل عرف إنه بيخرج بالمبنى وبتطلب منه ما يكررش ده تاني وإلا بقى حيرجع للعيشة الفقيرة في إيرلند يا إما يتحكم عليه بالسجن المؤبل وعلى الجانب التاني بقى من قاعة الاستراحة بيكون المتسابقين حاسين بالرضى لأنهم عدوا من مراحل صعبة ولكن فرحتهم ما بتكملش لحد ما بيشوفوا المتسابقين اللي قبلهم وهم مخارجين من الاختبار الجديد وبيكون باين على وشهم الخوف والرعب ساعتها بيجي الدور على خمس لعيبة للدخول في اختبار جديد واللي بيكونوا عبارة عن غرفة فيها النفق طويل والمفروض إنه هيدخل فيها خمس لعيبة والمطلوب منهم يعدوا النفق سوا ويدغطوا على زرار الخروج مع بعض وفي حالة لو واحد منهم ما دغطش على الزر يبقى الفريق كله خسران ومدة اللعبة بتكون خمس دقايق بس وبالفعل بيدخل خمس لعيبة جوا الغرفة وساعتها بيبدأوا يحسوا إنه جات لهم هلاوز غريبة وده نتيجة إنه فيه غاز من غير ريحة بيتم إطلاقه في الأغضاء والغاز ده فيه كمية مخدرات الإنسان الطبيعي ما يقدرش يستحملها وساعتها مشيل بتشوف إزك اللي قدامها في الغرفة وبيقول لها أنا عارف إن انت جاسوسة فبتتحارك معا مشيل لكنها في الأصل بيكون بتهروس وبيكون فرناندو سمعها لكنه ما بيقدرش يتكلف لأنه بيشوف نفسه أمن على الكرسة المتحرك وقدر يمشي مرة تانية وساعتها بتقدر الهلاوز تتمكن من كل اللعب في الأغضاء وبتمنعه كمان إنه يكمل طريقه للخروج وفي نفس الوقت بتشوف جوانب إن العصابة رجعت وعايز أتخلص عليها فبتهرب لباب الخروج وبتفضل تصرخ من كتر الخوف لحد ما بتلاحظ إن فيه أنابيب غاز في سقف الغرفة وبتفهم إن هي السبب في الهلاوز اللي بتجيلهم فبتقاوم الهلاوز وبتروح تسحب كل لعب من مكانه لحد ما بتقدر في النهاية توصلهم لباب الخروج وبيقدر يدوسوا على الزر فتح الباب على آخر لحظة وبيسمعوا صوت وقتها بيهنيهم إنهم فازوا وبعد شوية بيتنيل اللعيب اللي فازوا لعنابر عشان يناموا فيها وبنعرف وقتها إن مفعول غاز الهلوسة هيستمر لمدة 24 ساعة وبيكون لكل حالته مستقرة مع دقاتة واللي بيجي لها نعيار عصبي بسبب اللي شافته بنروح بقى بعدها الإزكل وهو مع كاسيا على السلم وقتها بيتفقوا مع بعض على طريقة عشان يمشوا بيها إيلن من المبنى بس في نفس الوقت بتكون إيلن شايفاهم وسمع كلامهم عنها بنرجع بقى للعنبر من تاني وبتكون جوانا نايمة على السرير وساعتها بتلاحظ إن فيه ولد صغير واقف نحية الباب وما بيشوفها الولد دوت بيطلع يجري فبتقوم جوانا تجر وراه وبتدخل الحمام تغسل وشها لأنها عارفة إنها أكيد بتهلوس لسه وبنرجع للماضي بتاع جوانا وقت ما داخلت لبيت عصابة جيرسون في السر عشان ترجع فلوسها وساعتها بتنجح إنها تاخد شنطة الفلوس وبتلاقي مسدس قدامها في الدرج فبتاخده عشان تحمي بيه نفسها وما بتخرج من القوضة بتسمع صوت حد جاي من بعيد فبتضربه بالرصاص قبل ما تعرف هو مين والطلقة بتيجي في ولد صغير وبيموت في ثواني وبيتضح إن الولد دوة يبقى ابن جيرسون وكان سايبه في البيت لوحده وبيبقى هو ده نفس الطفل اللي جوانا شافته في الهلاوس بتاعتها وبعد اللي حصل بتروح جوانا لوحدة اسمها سولي وبتقول لها إنها صابة جيرسون بيدوروا عليها بسبب مصيبة هي عملتها وبتطلب منها إنها تغير لعب طاقة الهوية بتاعتها ببطاقة تانية وده عشان محدش هيقدر يتعرف عليها فبتوافق سولي لكنها بتسألها انت عملت إيه بالزبط بس جوانا بترفض تقول لها الحقيقة وبتسكتها لما بتديها فلوس كتيرة وساعتها سولي بتعمل لها العملية وبتغير الشريحة بتعب بطاقة التعريف بتاعتها وفي تاني يوم بينتشر خبر موت ابن جيرسون في المدينة وبتعلق كمان صور لجوانا في كل مكان وبيكون عليهم كافة مالية بالله هيقدر يلاقيها ويقطع راسها ويسلمها لجيرسون فبيوصل الخبر لسولي وبتعرف وقتها هي جوانا ليه عملت كده وساعتها بتروح تدرت جوانا من بيتها بسبب انها موت الطفل ملهوش زم وبتعرفها ان لو شفتها تاني هتسلمها لعصابة جيرسون بنفسها بنرجع بقى من تاني للواقع وبتكون جوانا حالتها استقرت فبتجي لها أجتها وبتهجم عليها وبتخنقها لان هي السبب في اغساء حبيبها لوكاس والسبب في كده انها غشت واخدت منه العملة بس بيجي رفايل وقتها وبيسيطر على الوضع وفي نفس الوقت بيكون ازك الراجع على قطه وساعتها بيلاقي ولد متشارد اسمه جوستو قدر يدخل من باب المبنى فبياخده ازكل وبيخبيه في قطه وبيبان كده انه يعرف الولد دوت وساعتها بيقدم له أكل وبيدي له نظارة نظر لانه نظر ضعيف وبيطلب منه انه ما يجيش المبنى ده تاني وإلا الحراس هيخلصوا عليه وبعد شوية بيروح ازكل يعلم جوستو ازاي يقدر يتكون شكل هندسي وبيعرفوا كمان نوع الاختبارات اللي بتتعامل في العملية عشان لما يتم العشرين سنة يقدر يفوز فيها بسهولة ولكن فجأة بتخبط جوانا على باب قطه فبيخبي ازكل الطفل بسرعة وبيروح يفتح لها الباب وقتها بتدخل ايلن وبتلحس كده ان فيه حد كان معاه في القوضة وبتشوف مكعبات الشكل هندسي قدامها وبتلاقي كمان طبقين للأكل عالطربيزة فبتستنتج ان كان فيه حد تاني معاه في القوضة وساعتها بتحاول انها توقع ازكل في الكلام عشان يعترف ولكن ازكل ما بيردش عليها فبتقوله بشكل غير مباشر انها كشفت موضوع خروجه في السر الارلند وبتحدده انها هتقول للمجلس الاعلى للساحل وبعدها بتسيبه وبتمشي المهم بعد شوية بيروح ازكل عشان يهرب جسده وبيطلب منه ما يجيش هنا مرة تانية وفي تاني يوم بيصحى الفريق وبيلاحظ ان ابواب الخروج مقفولة ده غير كمان ان المياه مقطوع عن المكان كله فبيلاحظ ماركو ان ده اختبار جديد فبيصحي كل اللي في العنبر عشان يبدأ يدوره مع بعض على حل فبيشوف رفايا الوقتها ان فيه رفعات تحكم في واحدة من الغرف وعليها رقم واحد وصفر وساعتها بيجرب ماركو انه يسحب دراع منهم على عمل يعني ان الباب يتفتح بس للأسف بدون اي فايدة فبيخرج ساعتها من القوضة وبيلاقين فيه لوحة بتعرض رقمين الواحد والصفر بتسلسل معين فبيبدأ يستنتج انهم لازم يسحبوا الرفعات بنفس التسلسل عشان الباب يتفتح فبيقول ماركو لزميله انه عارف الاختبار الجديد وبيتقسم ساعتها الفريقين لجزئين جزء بيحفظ باركام وجزء بيسحب الرفعات على حسب التسلسل اللي بيسمعوا من زميلهم وبعد ما بيخلصوا للأسف برضو الابواب ما بتتفتحش بس بينزل من فتحة التهوية كسين واحد فيه اكل والتاني فيه مية فبيفهم ماركو ان الاختبار دو تقايم على التعاون والتضحية وان لازم الفريق كله يضحي عشان شخصه واحد بس هو اللي هياكل ولو عاوزين اكل مرة تانية يبدأوا يسحبوا الرفعات بنفس الشكل فبيقول ماركو ان اول اكل هيروح لصالح اجتا لان جسمها ضعيف جدا بسبب الانهيار العصب اللي حصل لها فبيبدأ الكل فعلا يوافق على كلامه وبعدها بيكمله في الاختبار عشان ياخدوا اكل مرة تانية بينروح بقى بعدها الالن وقت ما بتستغل غياب ازكل في مراقبة الاختبار وبتدخل قطه في السر وبتحاول تفتح الكمبيوتر الشخص بتاعه لكنها مبتعرفش لانه بيتفتح ببصمة الايد فبتحاول تنقل بصماته من على المكعب الهندسة اللي في الاوضة وما بتسجلها الكمبيوتر بتكتشف انها مش بصماته ولا بصمات حد اصلا موجودة في المبنى كله وان شكل البصمات بيكون لطفل صغير بس فجأة وقتها بيشتغل جهاز الانذار في الاوضة وبتدخل كاسيا وبتقبض على ايلن وبيوصل وقتها الخبر لإيزكل وبيطلب من المساعدين بتوعي يحبسوها لحد ما يخلص الاختبار وفي نفس الوقت المتسابقين بيكونوا حاسين بالتعب جدا لكنهم بيكملوا برضو في الاختبار وساعته بيقترح واحد من المساعدين ايزكل ان يفتح لهم ابواب الخروج لانهم يعتبروا خلاص كسبه فبيقول له ايزكل انه ما ينفعش يعمل كده لان لازم ناس فيهم تخسر في الاختبار لانه مش هيقدر يكسب اكتر من 3% من الناس اللي موجودين في العملية وبيكرر يصعب اللعب عليهم اكتر عشان يدي فرصة للناس انها تخسر وساعتها بيقطع عنهم الاكل والمية وبيخليهم يشتغلوا بدون اي مقابل وطبعا كل اللي في الاختبار بيرفض انه يكمل من غير الاكل والشرب خصوص ان رفعات قوية جدا عشان تتسحب وده بيستنفذ من تقتهم فبيحاول ماركو يقول لهم ان صحاب اللعبة دلوقتي بيختبروا صبرهم وانهم لازم يكملوا في الاختبار لكنهم بيرفضوا يسمعوا كلامه وبيتهموا بالغباء لانه قادر تقتهم على الفاضي من غير ما يلاقي اي حل وساعتها الكل بينسحب وبيدور على حل تاني معادة اجتا اللي بيتنخيفة من الخسارة وبتكرر تكامل في اللعبة لوحدها وساعتها ايزكل بيشوف اللي بيحصل من كاميرته مرقبة وبيكرر اخيرا انه هيبدل الفريق اكل ومية بكميات كبيرة وده عشان يكمله في الاختبار وساعتها الكل بيتجمع وبيقسموا الاكل على نفسهم ورغم كل دوت برضو البوابات ما بتتفتحش والرفعات بتفضل سبتة في مكانها من غير ما تتحرك فبيبدأ ماركو يفكر في حل تاني وهو انه يفتح ابواب الخروج بحديد السرائل اللي في العنبر فبيجمع فريق قوي عشان يساعدوه على فتح الباب وبتنجح الخطة والباب بيتفتح فعلا بس للأسف برضو بيكون وراه باب تاني فبيطلب ماركو من فريقه انهم يحاولوا يفتحوا الباب التاني لكنهم بيرفضوا لان الاكل اللي معاهم مش هيقدر يعود طاقتهم وساعتها بيكرر ماركو انه يسرق الاكل والشرب من باقي المتسابقين لفريقه عشان يدي الاكل والشرب ده الفريقه ويكمله شغلهم فبيقوله رفايل محدش هيوافق على اللي انت بتقوله خصوصا انه مش عارفين هيفضله هنا لحد امتى فبيقوله ماركو ان الحل الوحيد دلوقتي انه يعمل اصابة بالفريق بتاعه ضد باقي المتسابقين وده عشان ياخدوا منهم الاكل بالعافية وبالفعل باقي الفريق بيوافق على فكرته وبعدها بيروح ماركو هو وزميله وبيهجموا على العنابر واحد وراء التاني وده عشان ياخدوا منهم الاكل بالعافية واللي بيرفض يتنازل عن اكله بيتضرب لحد ما بيفقدوا الوعي وبعدها بياخدوا الاكل منه وفي الاخر بيرموا باقي المتسابقين جوا الاوضة وبيقفل عليهم الباب وساعتها بتشوف جوانا اللي بيحصل للعيبة فبتهرب من فتحة التهوية لحد ما فجأة بتلاقي نفسها قدام ازكل وفي نفس الوقت بيوصل ماركو العنبر معين وبيلاقي واحدة رفضة تديله الاكل بتاعها فبيبدأ يخلص عليها قصة كل الموجودين فبيضربوا رفاييل وبيقولوا اللي انت بتعمله ده جريمة فبيتعصب ماركو وبيقول رجالته يخلصوا عليه فبيجر رفاييل لحد ما بيوصلوا الاوضة اللي مستخب فيها مشيل وفرناندو وبيطلب منهم يدخلوه بسرعة لان ماركو عاوز يموته وفعلا بتدخله مشيل وبتقفل عليه الباب وفي نفس الوقت بتكون جوانا في المكتب مع ازكل وبتكتشف اصلا المتسابقين فازوا من بدري بس من شروطه المسابقة ان لازم يبقى فيه حد خسران ومن حصن حظها ان ازكل مش بيترضع من اللعبة بعد ربع من الاختبار لان الحال دلوقتي لسه معجب جدا بزكاها وبيبدأ يقدم لها الاكل وبتكون جوانا اصلا وقتها ميتة جدا من الجوع بس بيعرفها ازكل لو اكلتها تبقى خسرانة لانها بكده بتظلم بقي فريقها وبيبدأ يعرفها على تاريخ تأسيس الساحل وبيقول لها ان ده حصل على ايد اتنم الجوزين اسمهم الثناء المؤسس واللي كانوا في الاصل اصلا ناس فقرة جدا زي شعب ايرلن لكنهم قدروا يتغلبوا على الفقر وعملوا عالم خاص بيهم هما والاغنية وبس ولازم اللي ينضم ليهم يكون شخص زاكي جدا ويستحق العيش عنهاك فبتفهم جوانا هو عاوز يقول لها ايه وبتكرر وقتها انها ترجع للاختبار من تاني واول حاجة بتعملها انها بتخرج الناس اللي ماركو ساجنهم في القوضة وفي نفس الوقت بيكون ماركو قدر يوصل للقوضة بتاعت ميشيل وصحابها بس بيجي وقتها الناس اللي ماركو ازاهم فبيضربوها هو فريقه ضربة مبرح لحد ما بيموت جزء من فريقه اما بقى الجزء الباقي فبيفقد الوعي وساعتها بيكرر ايزكل انه يفتح ابواب الخروج اخيرا ووقتها بيخرج العيش من الاختبار وبيكون ماركو واقع على الارض وعمال ينزف دم ده غير كمان انه فقد عين من عيونه وساعتها بيفضل يسحف لحد ما بيوصل لباب الخروج بس وقتها ايزكل بتقفل عليه بابه وخارج لحد ما ماركو بيتقسم لنصينه وبيموت وبعد شوية بيروح ايزكل بنفسه عشان يعني الفريق اللي فاز وبيقولهم انه بيشكله 9% من اجمالي عدد اللعيبة اللي تقدمه للاختبار وبيعرفهم ان الاختبارات اللي جايه قليلة لكنها صعبة جدا واللي هيقدر يتقهل النهاية وما 3% بس ولازم كل واحد فيهم يصاري على الفوز وبعد شوية بيطلع ايزكل لقوته وبيكتشف ان ايلين خرجت من السين وده بأمر من المجلس الاعلى للساحل وساعتها ايلين بتعرفه انها اكتشفت انه سامح لحد غريب من شعب ايرلند انه يدخل لمبنى العملية وده عن طريق البصامات اللي اخدتها من قوته فبيتصدم ايزكل لان جريمة زي ديها هتسجينه في غرفة الانعاش والعلاج لباقي حياته وساعتها بتقوله ايلين بان فيه حل تاني وهو انه يتنازل عن منصبه ليها وبعدها يقدم استقالته للمجلس الاعلى ويعيش بقى زي اي مواطن عادي في ارض الساحل وبتطلب منه انه يفكر كويس في الموضوع قبل ما تقدم الادلة بتاعتها وبعدها بتسيبه وبتمشي وبنروح بقى للماضي قبل خمس سنين مع ايزكل وبيكون وقتها متجاوس واحدة اسمها جوليا من شعب ارض الساحل واللي بتكون من ضمن الفريق بتاع الاشراف على اختبارات العملية وبيكونوا عايشين مع بعض حياة سعيدة جدا وما فيهاش اي مشاكل لحد ما في يوم بتكون جوليا وقتها بتستجوب واحدة من المتسابقين واللي بتكون لسه مشتركة جديدة في اختبارات العملية وبتكون المتسابقة ديت عندها طفل صغير في ايرلند واما جوليا بتعرف كده بتستبعدها تماما من الاشتراك وبيكون كل مستغرب تصرفها مع المتسابقة وصاعتها جوليا بيبارل عملته بالنسات ديت عندها نسبة جهل عالية وده اللي بيبنعها انها تتأهل الاشتراك وبعد شوية بتكون جوليا وقفة في غرفة كاميرات المرأبة واللي تم زرعها في ايرلند وبنشوفها وقتها وهي بتقرب الصورة على ولد صغير وساعتها بتفضل جوليا تعيط وبنعرف ساعتها ان الطفل دوة يبقى ابنها ومع الوقت بتدخل جوليا في حالة اكتعاب شديدة وده اللي بيأثر على تصرفاتها وشغلها فبيحاول ايزيكل يعرف ايه اللي بيحصلها بالزبط لكنها بترفض تقوله لحد ما بيوصل الخبر في النهاية لماتيوس وساعتها بيعرفه ماتيوس ان تصرفات جوليا الغريبة تعتبر تحت مسؤوليته هو الشخصية لان ايزيكل هيبقى هو السبب في وجودها في فريق الاشراف والمرأبة وبيهدده انها لو ما حللش مشكلتها فهيسجنها في غرفة الانعاش والعلاج لمدة شهر وبنعرف اصلا ان غرفة الانعاش والعلاج ديت هي غرفة للتعذيب وبيحصل فيها مسحل زاكرة المسجون وده عشان يفتح صفحة جيدة في حياته ويعيش طبيعي فبيقول له ايزيكل انا هحل المشكلة دي بنفسي وساعتها بيرائب جوليا وبيشوفها بترائب ولاب معين من شعب ايرلند فبيروح يواجهها باللي عرفه وساعتها بتقول له جوليا ان ليها طفل في ايرلند وانها تقدمت للاختبارات قبل كده عشان تحاول تاخده يعيش معاها لكنها اتصدمت لما عرفت ان اللي بيفوز بيعيش هناك لوحده وبتعرفوا انها اشتغلت في مبنى الاختبارات عشان تهرب لبنها في ايرلند وده لان الساحل مكان سيء جدا وكل اللي عايشين فيه وحوش فبيتصدم ايزيكل من اللي بيسمعه وبيحس كده انها كان بتخدعه بحبها ليه وده عشان تقدر تهرب مش اكتر فبتقول له جوليا انها ما كذبتش في مشاعرها عليه وانها كانت بتحلم تهرب معه ويرجعه لارلند وده عشان يعيشه في حياة هادية بعيدة عن منطقة الساحل وقتها بيحس ايزيكل من جوليا بدأت مشاعرها تبقى مسيطرة عليها فبيحاول يحتوي الموضوع لكنه للأسف بيفشل لحد ما في يوم بيقبض امن المبنى على جوليا وبيتحاول تغرب من المكان وساعتها بيخرج لها ايزيكل وبيمنعها على اخر اللحظة وقتها للأسف ما بيقدرش يساعدها المرة دي وبيتم ناقل جوليا على منطقة الساحل مرة تانية ومع الوقت الاكتئاب بيتمكن من جوليا لحد ما بتني حياتها بيقديها فبيوصل الخبر لأيزيكل وبيكون هو كمان عاوز ييني حياته من بعد موتها لكنه ما بيسمحش الحزنه انه يسيطر عليه وبيكرر وقتها انه يدهر على ابن جوليا بنفسه وكمان هيخلي باله منه لانه بيفكروا بيها وطبعا تفهمتوا ان الطفل دوت يبقى جستو اللي ايزيكل بيروح يزوره في ايرلند المهم بقى بنرجع من تاني للواقع وبنشوف رفاييل وعمالي رائب ميشيل من بعيد فبتلاحز ميشيل انه عمالي رائبها وبتطلب وقتها انها هتتكلم معها لانفراد وبتقوله يبطل يبصلها وإيه لحد هيشك فيهم هو بنعرف ساعتها ان مشيله رفاييل جواسيس تبع جماعة القضية المهم بعد شوية بيجي الاختبار الجديد واللي بيكون عبارة عن غرف معينة بيدخل فيها كله متسابق وبيشوف حد من اهله والمطلوب من اهل المتسابق انهم يقنعون يكمل الاختبارات يا ايما بقى ينسحب منها وساعتها هياخد فلوس كتير قوى وخارج والكل وقتها بيقابل اهله مع عدى ميشيل اللي بتكون قاعدة في الغرفة الوحدها لان اخوها الوحيد مات وفي نفس الوقت بتوصل والدة رفاييل على قوته وبتقنعه ينسحب لانها محتاجة للفلوس جدا وبتهدده انه لو ما عملش كده فهتبلغ عليه بالنجاسوس تبع جماعة القضية وكمان معه بطاقة هوية مزورة فبيقول لها رفاييل اللي عملت كده فهيقول لهم انها كانت بتساعده على عمله وبكده هيموتوا هما الاتنين ده غير ان بقى عيالها كمان مش هيقدروا يشتركوا في اختبارات السنة الجاية فبتتعصب جدا والدته وبتسيبه وبتمشي وعند غرفة جوانا بيجي لها واحد من وراء ظهرها وبيضربها على دماغها لحد ما بتفقد الوعي ولما بتفوق بتعرف ان واحد من عصابة جيرسون وبيمثل النبوها وبيقول لها انهم يخرجوا من هنا دلوقتي عشان عاوز ياخدوا الفلوس وساعتها مش هيقولها العصابة على مكانها اما بقى لو رفضت فهيخلص عليها وهيهرب قبل ما حد يقبض عليه وبالتالي هياخد نص المبلغ من جيرسون حق تمن موتها وساعتها جوانا بتمثل انها موافقة على طلبه لكنها بتضربه على دماغه وانما بتهرب من الباب بتلاقيه مقفول وساعتها بيكشف الشخص عن هوية الحقيقية وبيعرفها اصلا ان تبع الساحل وان ازكل بعتوا ليها عشان يختبرها مش اكتر وفي نهاية الاختبار جزء كبير من الفريق بينسحب من اكتمال الاختبارات وبيتفضل جزء بسيط جدا منهم رفاييل وميشيل وفرناندو بنروح بعدها لازكل ووقت ما بيخرج من مبنى هو في طريقه الارلند وهناك بيقابل الولد الصغير جزته وبيعرفه ان مش هيقدر يشوفه مرة تانية الا بقى ما يتم العشرين سنة وقت ما يشترك في اختبارات العملية وبيقوله انا كده عرفتك كل الاختبارات عاملة ازاي وبالتالي انت مستعد تنجح فيها وبيرجع ازكل على المبنى وهناك بيقابل كاسيا وبيباني انها عرفة ان ايلن عايزة تخليه يسيب منصبه في الادارة وبتقوله مش هسمح ان ده يحصل ابدا وبعد شوية بيتجمع موظفين الادارة عشان يحطوا الاختبار الاخير للمتسابقين واللي من بعدها هيقدروا يسافروا الارض الساحل وبيكون كل لعب بيدخل في اختبار مخصوص عشانه وبيكون بناء على شخصيته اللي حللوها من فوزه في الالعاب اللي فاتت بنروح بقى بعدها لمشيل وبيكون اختبارها صعب جدا لان المطلوب منها انها تقابل اهل برونا صاحبتها وتقولها على خبر وفات بنتهم ومشكلة الاكبر بها انها لازم تقنعهم ان اختها الصغيرة تتطوع لاختبارات العملية السنة الجاية على الرغم اصلا من موت اختها برونا ولو اهل برونا رفضوا كلامها فهتعتبر مشيل للأسف مستبعدة من العملية ومدة اللعب للوقتي بتكون 30 دقيقة وساعتها بتحاول مشيل انها تقنع اهل برونا باي طريقة وده عشان بنتهم التانية تتطوع لاختبارات السنة الجاية ولكن طبعا الاهل بيرفضوا اقتراحها لانهم مش عاوزين يضحوا بنتهم التانية فبتقولهم مشيل ان اقدرت افوز في كل الاختبارات ودلوقتي عندها فرصة في تغيير حياتها للأحسن وهم كمان لازم يدوا فرصة لبنتهم التانية عشان تنضموا وتفوز وده عشان تعيش في حياة احسن بعيدة عن حياة ايرلند الفقيرة فبيقتنع الاهل اخيرا بكلامها وبيوافق على اندمان بنتهم التانية وبتنجح مشيل في الاختبار اما فرناندو فبيكون اختباره عبارة عن انه يصمم اختبارات جديدة عشان يبدأوا في تجربتها على متسابقين جداد وده بيحصل في كل سنة بان الاختبارات لازم تتغير باستمرار وده عشان محدش من السنة اللي بعدها هيقدر يتوقعها فبيوافق فرناندو على كلامهم وبيقدر انه ينجح في الاختبار بنروح بقى بعدها الرفاهيل اللي بيبقى عنده اختبار صعب جدا واللي بيكون عبارة عن انه لازم يستنى معادة الشروع وساعتها يضغط على الزرارين في نفس الوقت هو المشكلة ان الزرارين دول اما كانوا مختلفة وبكده هو محتاج لمساعدة متسابقتين فبيروح رفاهيل وبيطلب من جوانا المساعدة فبتوافق بشرط انه يقول لها القصة الحقيقية بتاعة البطاقة المزاورة اللي معاه بس رفاهيل بيرفض كلامها لانه ما بيكونش واثق فيها وبيروح بعدها لفرناندو وبيعرفوا حقيقته هو ومشيل وبيقولوا ان احنا جواسيس وطبع منظمة القضية وبيعدد ان لو مساعدهمش فهيروح دلوقتي وهيبلغ على نفسه هو ومشيل وبكده المسؤولين هيخلصوا عليهم فبيترعب فرناندو يدا وبيخاف على حياة مشيل وعشان كده بيوافق يساعده من غير تفكير وفعلا بيروح معاه فرناندو للاختبار وبيقدرهم الاتنين يدوسوا على الزرار في نفس الوقت وبكده بيكون كل المتسابقين نجحوا خلاص في الاختبارات وبيقدروا يسافروا الارض الساحل وفي نفس الوقت بتكون مشيل خرجت من الاختبار بتاعها وبترجع على قوضتها بسرعة وهناك بتفتح جرح في جسمها وبتخرج منه كابسولة من الفضة وجوها سم وبعدها بتخيط الجرح بنفسها من تاني وبيكون عدافها تخلص على ازكل بالسم اللي معاها وده عشان تكون نجحت في الانتخاب منه على موت اخوها وبعد شوية بيتعمل حفلة كبيرة من الادارة واللي بيحتفلوا بيها بفوزة 3% من المتسابقين وطول الوقت ومشيل بترايب ايزكل من بعيد وبتشوف إيلن وهي بيتقدم للعصير بنفسها فبتروح وقتها وبتمثل انها رايحة تسلم على ايزكل وبتحط السم في المشروب بتاعه من غير محد يحس وبعد شوية بييكي سيزر صاحب ايزكل وبيسلم عليه وبالغلط بتتبدل كبهات العصير بتاعتهم وبعدها بيقوم ايزكل وبيقول خطاب بيعني فيه الناس اللي فازت وفجأة وقتها بيوقع سيزر على الارض وبيتجي له تشنجات لحد ما للأسف بيموت فبينقله بسرعة العيادة وهناك بيكتشف الدكتور بان سيزر مات مسمون وبعد تحليل عينة من دمه اكتشف انه نوع السم اللي مات بيه خاص بجماعة القضية ومعنى كده ان الجاسوس بتاعهم لسه موجود في وسطهم وفي نفس الوقت بتكون ميشيل متوترة جدا من اللي حصل فبيجي لها رفاييل وبيعرفها انه شافها ويبتحط السم في كوباية العصير وبيطلب منها لو اتقفض عليها ما تقولش على حياته وهو هيحاول يجيب لها حق اخوها اللي مات بنفسه بس ميشيل ما بتكونش واثقة فيه وبتديله كابسولة السم اللي معاها وده عشان تبقى بصماتهم هم الاتنين عليها لو حد لقاها وبتطلب منه انه يتخلص من الكابسولة دي بطريقته الخاصة لانه شخص ذاكي جدا وهيعرف يعمل دوت وده لان الكابسولة هي الدليل الوحيد على جريمتهم فبيتعصب رفاييل وبيخب الكابسولة معاه وفجأة بيوصل ايزكل لقاعة الاحتفال وبيطلب ان ما فيش اي حد يتحرك لحد ما يخلصه التحقيق وساعتها بيتوتر رفاييل وبيرمي كابسولة السم في الهواء وفي نفس الوقت بياخد ايزكل اللي عابين على انفراد عشان يحقق معاهم في القضية وكل شخص فيهم بيقدر يعدم التحقيق لحد ما بييجي دون مشيل اللي بتكون متوترة جدا وده اللي بيزود شكوك ايزكل ناحيتها وساعتها بيلاحظ ان في جرح بينزف من بطنها وما بيسألها ايه سبب الجرح دوت بتقوله انه حصل لها وقت ما كانت في الاختبارات فبيضطر ايزكل يخرجها لانه مش لاقي عليها اي دليل وبعد شوية بتلاقي كاسيا كابسولة السم وبتسلمها الاسكل وده عشان يرفع بصنات المتهم من عليها وساعتها بتتم حالة الطوارئ في المكان بالسبب اللي حصل وبيتسل ماتيوس على ايزكل وبيقوله انه مطرود من شغله لانه فشل في القبضة عن مجرم او حتى كشف الجسوس فبيعرفه ايزكل انه خلاص قبض عن مجرم واللي بتكون هي ايلن المساعدة بتاعت ماتيوس وبيقوله بعد مراجعة كاميرات المراقبة شاف ان ايلن هي اللي جابت له المشروب وده عشان تخلص عليه وتقدر تاخد منصبه في الادارة بس طبعا ماتيوس ما بيصدقهوش وبيقوله ان ايلن من احسن الموظفين عنده ومستحيل تعمل كده فبيعرض ايزكل فيديو متصور لواحد من جماعة القضية واللي بيعترف وقتها ان ايلن كانت جسوسة ليهم من خمس سنين وقدرت انها تخفي هويتها الحقيقية لحد ما وصلت لمنصب مهم وفي نفس الوقت بتكون كاسيا قبضت على ايلن وبتوديها لغرفة التحقيق وساعتها بتقول ايلن ان الجريمة ديت متلفق لها لان ازج المخابة عليهم انه جاب طفل من ايرلند جوا مبنى العملية ده غير كمان انه بيتهرب من مرأبته للاختبارات وده عشان يروح ليرلند وبكده هو بيخلف القواعد بتاعتهم وبتبعت لهم ايلن كمان تقرير عشان يثبت كلامها بس المفاجئة بقى ان التقرير دوا بيبقى فاضي وما فيوش اي حاجة وساعتها بيحكم المجلس الاعلى للسهل بالسجن الايلن في غرفة العلاج والانعاش وبعد شوية بنشوف كاسيا ويمكتفها مجرم من صحاب القضية واللي بتكون طلبت منه ان يصور الفيديو اللي اتعرض للمجلس عشان عن طريق الفيديو دوت تقدر تخلص من ايلن وفي تاني يوم بيصحى اللعيبة على رسالة تهنئة بفوزهم وبتقول الرسالة انهم لازم يجهزوا عشان هيتحركوا الارض الساحل النهاردة فبيروح فرناندو عشان يصحي ميشيل من قوضتها فبيقابل ازيكل اللي بيقوله ان ميشيل اتطردت من لعبة وانها دلوقتي رجعت من تالي على ايرلند فبيتصدم فرناندو وبيحاول يعرف ايه سبب في كده ولكن ازيكل بيرفض يقوله وساحة بيكرر فرناندو انه هينسحب هو كمان من لعبة وده عشان يروح لحبيبته ميشيل لكنه لما بيخرج ما بيلاقيهاش برا وبيتفاجئ اصلا ان اللي بيخرج برا مبنى العملية يعتبر مطرود بنروح بقى بعدها لميشيل وهي في غرفة التعذيب فبيجالها ازيكل وبيطلب منها تعترف هي ليه حاولت تموته لكنها بترفض تتكلم عشان ما تخنش جماعة القضية وفي نفس الوقت بيجي خبر لجوانا بان عندها اختبار جديد على الرغم اصلا انها دجحت في اختباراتها ولكن الاختبار دوت بيكون مجرد اختبار عادي وحتى لو فشلت فيه فهي كده كده هتقدر تسافر لارض الساحل وعن ناحية التانية بقى بتكرر ميشيل انها تعترف اخيرا وبتقول لأيزيكل انها جات هنا مخصوص عشان تنتقم منه وده لانه موت اندري اخوها فبيصدمها ايزيكل بان اخوها اصلا لسه عايش على ارض الساحل وانه مبسوط جدا بالمجتمع اللي هناك لدرجة اصلا انه نسخته اللي بتحاول تنتقم عشان وبيثبت لها الكلام دوت من خلال شاشة العرض فبتشوف ميشيل اخوها بيعنيها وبتنهر من العياد وساعتها بيقول لها ايزيكل بانه كان واحد من افراج جماعة القضية لكنه اكتشف ان دي اصلا جماعة فشلة وانها عاوزة تعمل حرب كبيرة مش اكتر وعشان كده تكرر يسيبهم وينضم للعملية وبيطلب منها انها تسلمه زعيم الجماعة لانه اصلا بوص حياتها وحياة ناس كتير غيرها فبتسمع ميشيل كلامه وبتقوله على مكان الزعيم وفي نفس الوقت بتكون قوات الشرطة موجودة في ايرلند وبتقبض على زعيم جوا المخبأ بتاعه وبعدها بيخرج ايزيكل للمكان اللي متجمع فيه الفيزين وده عشان يمطيقوا في رحلتهم لارض الساحل ووقتها بيعرفهم انهم هيمروا بعملية اسمها عملية التطهير واللي بتكون عبارة عن مصل بيتحقنوا بفدراهم والمصل دوت بيفقدهم القدر على الانجاب لان من شروط العيشة في ارض الساحل ان ما فيش اي مواطن يخلف بسبب ان الاطفال اللي هتيجي هتعيش في الساحل باسم الوراثة وده مبدأ مرفوض تماما من المسؤولين لان لازم ليكون عايش هناك يكون شخص بالغ ويقدر يفوز في كل الاختبارات اللي فاتت وبيديهم ازك الفرصة انهم يكملوا في طريقهم للفوز وده عشان يعيشوا حياة احسن يقل ما بقى يرجعوا لحياتهم الفقيرة ويقدروا في حياتهم الفقيرة ديت يخلفوا اطفال اكيد مصيروا ما يبقى مجهول وقتها بقى الكل بتصدم الخبر خصوصا رفاهيل لان كان حلمه يكون عنده طفل لكنه بيفتكر هدف الحقيقة وهو القضاء على ارض الساحل اصلا فبيكرر يضحب حلمه لسبيل القضية وبعدها بيروح ازك اللامشيل وبيديها المصل لانها قدمت لخدمة مهمة وهي الابض على زعيم القضية وبكده هي تعتبر واحدة من ارض الساحل وبيعرفها انها تقدر تعيش حياة طبيعية هناك بس لازم تقضي فترة عقوبة في غرفة العلاج والانعاش عشان يتعمل لها غسيل مخ وتنسى ماضيها كله وبعد شوية بتوصل جوانا لاختبار الجديد وللي يكون ازك اللي عمله مخصوص لها لانه شايفها اسك حد من متسابقين وديستحق تمسك منصب مهمة في الادارة والاختبار دوت بيكون عبارة عن انها هتموت واحد من ضمن افراد عصابة جيرسون باعتباره يعني ان مجرم ويستحق الموت وقتها جوانا بترفض طلبه وبتقوله انها مش مستعدة انها هتموت انسان ضعيف والانسان دوت الظروف اكبرته ان هو يبقى مجرم فبيتصدم ازك المتصرفها وبيهددها ان لو معملتش كده تعتبر نفسها مستبعدة فبتتعم جوانا انه شخص اناني وانه بيفرض رأيه عن ناس بالعافية وساعتها بتكرر جوانا انها هي اللي هتنسحها من الاختبارات لانها شايفة ان مجتمع الساحل دوت مجتمع مريق جدا واسوأ من ايرلند وبتخرج جوانا من مبنى وهي لابسها اللبس الفقرة من تاني وبعدها بتقابل فرناندو على البوابة وبيرجعوا السواء اليرلند والناحية التانية بقى بيتحرك الفيزين جوه غواصة كبيرة وده عشان يتنقلوا للعيش على ارض الساحل وبيكونوا كلهم مستعدين عشان يقابلوا حياتهم الجديدة وبيخلص المسلسل لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة انا عملت قناة تانية وسميتها افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة